اشتركوا في القناة طبعا عندي هذا نص وجيت ردد اكتب عالم بها الاحترافي بهذه الطريقة لاحظ انه النص رح يكون بها الانجليزية يعني لازم اغير عربي واكتب واذا اردد هنا اضيف مثلا از كلمة از واكتب مثلا نص رح يكتب لي عربي لازم اغير انجليزي واكتب طبعا العملية جدا مزعجة ومملة راح نستخدم طريقة احترافية هذه الطريقة راح تخليني عندما اريد احدد بالنص العربي اوتوماتيكيا الكيبورد يكون عربي وعندما احدد النص الانجليزي اوتوماتيكيا الكيبورد يكون انجليزي هذه الطريقة هي اذهب الى ملف ومن ثم خيارات ومن ثم طبعا خيارات متقدمة وهذا الملف راح انزله شوية الى هذه المنطقة واختار التبديل التلقائي للوحة التحكم ومن ثم موافق اذا اجي هنا اضغط كليك اوتوماتيكيا راح يكون عربي واذا اجي هنا اضغط كليك اوتوماتيكيا راح يكون انجليزي واجي اكتب بشكل مباشر دون ان ادخل او اغير تجاه الكيبورد او لغة الكيبورد طبعا هذا الخيار جدا مهم وانصحكم ان اتفاعلوه حتى راح يخلصكم من الاخطاء اللي تحدث بداخل برنامج وورد نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى